ولابد إن احنا نلاحظ حاجة مهمة إن احنا في حاجة مهمة جدا بنخفلها أثناء الحوار وده شيء مهم جدا إن احنا نتكلم عنه ولو حتى ما قدرناش نتكلم عنه نكمله النقاردة لكن لازم نتكلم عن الحاجة دي حاجة كده خفية محدش واخد باله منها في الحوار الزواجي في حاجة اسمها شرائط أو أنا بسميها شرائط لكن هي حالات في التواصل حالات الذات التبادلية إيه حالات الذات التبادلية؟ احنا عندنا ست شرائط جوانة كده تلاتة للطفولة اللي هي الطفولة الطبيعية ايه الطفولة الطبيعية؟ الطفولة الطبيعية دي اللي هي بتاعت المرح بتاعت خفة الدم بتاعت الكلامة الحلو بتاعت النكتة طيب وفيه الطفولة المتمردة بتاعت الرفض لو سمحت تجيبولي كوبة شاي ليه؟ ما تقوم انت آه ده التمرد ده لو سمحت عطلنا حاجة أنت وجاي أنا مش فاضي آه ده التمرد ده دي الطفولة المتمردة وفيه التفولة المزعينة بقى لو سباح تعمل كذا حاضر لو سباح تعمل كذا حاضر دي التفولة المزعينة يبقى عندنا تلت شرائط في التفولة التفولة الطبيعية المرحة واللطيفة وخفة الدم والتفولة المتمردة والتفولة المزعينة ده بيظهر امتى ده في مقابلة السلطة العليا يبقى التفولة دي بتظهر في مقابلة السلطة العليا فيه شريط بقى رابع شريط البالغ بقى الرشيد ده قواعد وقوانين ما عندوش ايه بقى ده بتاع القواعد وقوانين ده يعني ما عندوش مشاعر يعني ايه مش بيحسبها غير بالقواعد والقوانين المعين لما نيجي عدي الطريق لما يجي عدي الطريق هل بحس بحنين تجاه العربيات هل بحس بان انا كاره العربيات لا ده انا بحسب سرعتي مع سرعة العربية والمسافة الطريق اللي انا بعديه ادي الحكاية أو إن أنا بقول الإشارة خضرية ليا فأنا عدي والعربية ملتزمة بالإشارة حمراء فبعدي قوانين مفيش أبدا إيه مفيش أبدا مشاعر زي ما موجودة في الطفولة الطبيعية ولا الطفولة المزعينة ولا الطفولة المتمردة وبعدين عندنا الشريتين الأخيرين الشريتين الولدية بقى للسلطة فيه والدية بقى بتاعت السبعدة أنت عمرك ما بنت أعمل لي حاجة صح أنت عمرك ما حبتني الولدية الانتقادية دي بتاعت السبعدة وبعدين الولدية الرعية بتاعت التبطبة إيه هي بقى أنت ونازل ألبس حاجات قيلة حبيبتي يا ديت تخلي بالك بس من من مصاريف الشهر ده دي الولدية الإيه الرعية مش الانتقادية دول أنا أقول لكم حاجة ونختم بيها الكلام ده الجزء ده مهم جدا جدا هو ده بقى اللي بيخلي السلوك العريانة تتحول من سلوك عريانة إلى قنابل متفجرة إيه اللي حاصل إيه إحنا متصورين لما لما الرجل ييجي يستخدم الولدية الانتقادية دي إيه الشريط اللي هيطلع ما عندنا شغل شريط الطفولة المتمردة أو يطلع الإيه الولدية الانتقادية هي هو يعمل لها بسبوع وكده وهي تعمل له بسبوع وكده ليه؟ لأن استخدام الولدية الانتقادية دي هي عارفة أن هي داخل الجواز هما الاتنين أحباب هما الاتنين ربنا سبحانه وتجعل البيت ده بيتبني بيه وهمما الاتنين فلما حد يعمل كده مع التاني فهي بتحس أن هي ملاش لازمة وهي لما تعمله كده هو بيحس أنه مش مش بطل البيت ده ولا رجل البيت ولا مسؤول عن البيت ده فإيه اللي حاصل؟ فبلاش الولدية الانتقادية دي خالص بلاش الطريقة دي بلاش السلطة والانتقاد ده لأن محدش يستغرب بقول لكم محدش يستغرب يستخدم الولدية الانتقادية أن يطلع علي التفولة متمردة مش عامل ده زي إيه تظهر بقى تولدية الانتقادية لو عملت ده هطلقك طيب خلاص تروح عامل الحاجة دي إيه دي؟ تفولة متمردة أو مثلا أنت أصلا مش فهمة وانت أصلا عمرك ما بتتغير والدية الانتقادية بص الصباحين هون شغالين مع بعض فلازم نوقف الولدية الانتقادية دي خالص خالص انساه لازم ننسى الولدية ده وبص كل ما الإنسان بينسى الولدية الانتقادية كل ما حياته وعلاقاته من الناس بتبقى أحسن ولازم ننسى إيه تاني؟ لازم ننسى كمان التفولة المتمردة بلاش تحس بوجودك أن انت تقول لا بلاش تحس في وجودك أن انت تقول لا أو أن انت تقول لا هو ده اللي بيولد العناد فلازم نخرج من ده إيبع عندنا الولدية الانتقادية بلاش منها كمان التفولة المتمردة بلاش منها كمان نقلب من والدنا الرعية بنسب وكمان بلاش التفولة المزعينة إيبع إحنا دلعاتي عندنا التفولة الطبيعية أهم حاجتين عندنا التفولة الطبيعية وشريط البالغ انتوا عايزين تديروا حوار مع بعض كل ما واحد فيكم عايحول اللي هو عايزه الى سؤال سؤال حقيقي طب احنا عندنا مشكلة في مصاريف البيت الشهر ده هنعمل ايه بهدوء انت مش ده شوفي السؤال ده سؤال حقيقي هيشغل شريط البالغ لكن لو سألته احنا تورطنا ده هنعمل بقى ايه ان شاء الله في اللي احنا بنعمله ده ده جاي من شريط ايه ده جاي من شريط الولدية الانتقاد ايه طيب هنعمل ايه خرجنا اتخرجنا ازاي من الورطة اللي احنا فيها ده ده من السؤال ده ده انتقاد ولذلك حاولوا بقدر الامكان وانتوا بتشتغلوا مع بعض حاولوا المسائلة لأسئلة حققية ولا بأس ان يبقى فيه بيننا دايما روح الفكاة انا دايما بقول اللي عايز تجوز لازم يروح يتعلم روح الفكاة سواء لو كان راجل او كان ست حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان دايما كان متبسم حضرة النبي كمان كان بيعلمنا روح الفكاة لما كان بيدعب السيدة عائشة ويقول لها هذه بتلك ارجوكم اتعلموا الفكاة وخليكم مريحين بيوتكم بتقن من الضغوط محتاجين شوية روح مريحة وروح متفائلة عشان بيوتنا يبقى في احسن حال اشتركوا في القناة